يقول عندي ابني عمره 28 سنة عايش معي في تركيا يطلب مني مصروف دائما يقول هل لو صرفت عليه أعتبرها صدقة وهو لا يعمل يقول لظروف كثيرة أخي عبد الله بارك الله فيك لا بد أن نفهم قاعدة مهمة وهي أن نفقت الأب على أولاده واجب لكن اختلف العلماء في الحد الذي ينتهي إليه تنتهي إليه النفق فمن أهل العلم ذهب إلى أنه إلى البلوغ فإذا بلغ الولد خلاص الآن يقوم على نفسه والناس قديما قبل أن يبلغ الولد وهو في سن التمييز أو قبل البلوغ تجد عنده صنعة وعمل يعني حرافه صناعات ومهن ولذلك الولد الذي عمره عشر سنوات يعمل ويأتي بالنقود والمال لأهله الآن طبعا تغيرت الحال ولذلك ربطه بالبلوغ نحن ما عندنا دليل يعني ينص على هذه المسألة عندنا عمومات النصوص لذلك نجد بعض العلماء الآن يقول بأن هذا راجع إلى لابد من اعتبار الزمان العرف والعادة مهم جدا الآن عندنا مثلا أغلب الأولاد الآن ما يحصل على وظيفة في الغالب في الغالب إلا بعد ما يتخرج من الجامعة يعني إذن يكون عمره تقريبا واحد عشرين اثنين وعشرين مثلا يبقى الوالد يصرف عليه إذن هذه تبقى النفقة مستمرة من الوالد تجاه الولد هذا من حيث الإلزام والوجوب أنا لا أتكلم من مسألة التفضل لا من حيث الإلزام والوجوب فلذلك هنا الآن يصبح الولد مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة والأب لا يسأل يوم القيامة لماذا لم تنفق على ابنك الذي تخرج وتوظف مثلا خلاص حصر على وظيفة واضح بالنسبة للابن اللي عمره ثمان وعشرين سنة أنا بالأمس شعرت من كلامك تقول هو يلزمني أو يكثر علي لابد أن يفهم ابنك بأنه ليس له سبيل إليك ولا يجوز له أن يعتقد بأنك أنت مسؤول عنه الآن لابد يفهم هذا الشيء ولابد أن يعلم بأن الله تعالى لن يسأل عبد الله عن ابنه اللي عمره ثمان وعشرين سنة لماذا ما أنفقت عليه خلاص يعني نحن نقول الأصل في البلوغ ثم قلنا باعتبار العرف والعادة أنه يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة وبعد الوظيفة خلاص لكن ثمان وعشرين سنة كثير وقضية والله عدم وجود فرصة عمل أعتقد غير واردة العمل حتى لو كان يسير ليس شرطا أن يكون عمل مكتبي ولا عمل إداري ولا عمل هندسي ولا عمل كذا أي عمل ممكن يحصل عليه يحصل الإنسان عليه على أجر ويكف نفسه عن السؤال ويعين والده لكن عموما أخوي الفاضل أنت سألت عن هل هذا يعتبر صدقة نعم لا شك أنت متصدق على ابنك ومتفضل عليه لكن أنا أحببت أن الابن يفهم رسالة معينة أنك أنت غير مسؤول عنها الآن مسؤولية كاملة يعني تسأل يوم القيامة لماذا لم تنفق على ابنك لا لا هو الآن معه حذاؤه وسقاؤه معه أموره كله يستطيع أنه يعمل ويكتسب القدر الذي يكف به نفسه هو مهم ملزم أنه ينفق عليك مثلا ما دام أنك أنت مكتفي بنفسك لكن عموما أخي الفاضل ما دام أنه تقول الوضع عندنا ما يساعد وعندنا مشاكل وعندنا تضييق وعندنا كذا تنفق عليه ولك صدقة وأجر ثواب بإذن الله سبحانه وتعالى